أولاً الأقليم ما دي الطفل سنفط وهذا من حق الحكومة الاتحادية لا غبار عليه بس تعال قولي ما هي المشكلة ما كو الناس الكفوء الإفشينت اللي تعرف شون تحل المسائل هنا أو في بغداد أولاً صارنا خمس سنين نقول حصة الأقليم من النفقات الحاكمة للعشرين السنة الأخيرة هسه بالألفين ثلاثة وعشرين يلا دخلوا الفقرة بالميزانية المدمج الثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمس وعشرين الحصص مال عشرين سنة وينها مليارات عم توقيني أباوت عفون أنا دا أحكي عن مليارات الدولارات مليارات مال عشرين سنة وينها النفقات قد يجيك شخص يقول لك هذا مال بطاقة تموينية هذا ما الدواء هذا ما الدعاوي نزاعات الملكية أوكي ما عندي مشكلة بالموضوع إيش قد تضطيتني منها بهال عشرين سنة وإيش قد باقي إلي غالت تذكر الإلك والعليك زين وين حصت الأقليم من تنمية وعمار الأقاليم كل سنة بالموازنة تنذكر تريليونين ثلاثة تريليونات أربعة تريليونات تنمية وعمار المحافظات كافة وين حصت الأقليم في النسبة السكانية حصة البيش مرقة من تخصيصات القوات البرية أوكي مليارات هي المخصصات مال مال القوات المسلحة طلع منها مال القوات الجوية طلع مال البحرية المجوء الغالبية الجزء الأكبر من المبلغ هو تابع القوات البرية وين حصت الأقليم اللي يذكرها القانون مال موازنة كل سنة بأنه إلى حصة حسب النسبة السكانية من تخصيصات القوات البرية ماكو حصة الأقليم زين أنت اليوم عندما تنتج وتجي أنت تقول لي يا بغداد أنا أريد منك إرادات النفط زين كلفة الاستخراج والتنقيب حسبت لي ما العشرين سنة مو ما العشرين سنة وبطبط 2008-2009 بدأت تصدير النفط من الأقليم إلى 2023 حسبتوا لي التنقيب والاستخراج غيرت فعل الشركات المناقبة والمستخرجة زين مع الأسم وقيت لك ماكو ودائما نذكرها باللقاءات أنت من هذا بعتها بعشرة ومكلفك خمسة إيش قدربحك خمسة خمسة هاي الخمسة هل تضربها بالنسبة السكانية وظيف لي إياها على حساب الإقليم أريد أسأل سؤال شنو علاقة الرواتب التقاعدية أنت أنا متقاعد شنو علاقتها بالموازنة ليش من يصير خلاف ما تحول الرواتب التقاعدية زين قد يسأل سائل يقولك لا يحطوها بجبهم آمنتوا بالله سوي سيرفي سوي سيرفي تشيك الأسماء الموجودين بالإقليم المتقاعدين وحطوا لهم يا بالكي كارد منصة الكي كارد على بلاتفورم الكي كارد وينه الموضوع زين حصص الإقليم من الموازنات لمدة عشرين أنا كله دا أحتي عشرين سنة ما العشرين سنة شنو اللي طيتني يا وأنا قاعد ويا دارت الموازنة قبل سنة قاعدت ويا المديرة وحتينا بهالمواضع بس آخر شي العفو آخر شي آخر نقطة المهاجرين أو الجايين من الوسط وجنوب العراق مليونين ثلاث ملايين زين ذول أكلهم شربهم دواهم نقلهم سكنهم هاي حسبتها وطيتها أسأل ألقى بصورة حمينية قل لي يابا ترى كلفة المعيشة للفرد الواحد في الإقليم شهريا أو سنويا هل قد زين أضربها بعدد الوافدين بالملايين وينها نطوها للإقليم إذن رح نوصل إلى النقطة الحفو لذا لا يريد ما دي ما دي بالصايدر والبودا والجاعر ما دي فاقو تنسى تدر ما دي أفو ماذا ألو أساس معكي ها 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 لازم ندقق ها لازم ندقق ونشوف شنو الدفعات البريوديك الفصلية اللي يطوها بس أنا مستعد أنا دقاقها وأحسب حق الدولة حق زين بس بالتأكيد هي من عشرات المليارات باشا دكتور شارة سريت شارة سريت حل ماذا يريدون نحلو هاتنين نحلو لهذا يرضى ما هو المشكلة لهذا يرضى يتنازل ولا هذا يرضى يتنازل وخلي وخلي الشعب يأكلها طبعا حقوق طبعا حقوق طبعا حقوق ماذا أقول لك هاي ذكرت يا ها النقاط عتقد كانت واضحة اي لو يقعدون نقدر نسوي دراسة نقدر نسوي دراسة إذا يريد الإقليم موسمة ما ريد ندخل ما ردى دخل بالفاناتيك الفاناتيك ما ردى دخل بي الريسيسيزم هاي الخضايا المهم أنا هسا خلي الإقليم يقول لي أحسبها بالفلس من 2004 2003 كان عام السقوط النظام من 2004 إلى 2003 أنا أقدر أحسب لك أناش مستلم وأنش قد باقي لي عفون أنا بس ماذا أفهم ترى ماذا أسمع حياتي بس حتى أروي يعني هاي واحدة من عشرات الشغلات هاي شون نتطلع لي ماذا أفهم ماذا أفهم أفهم دكتور أفهم تقول تقول تفاصيل ها كل أخي أضربها في سعر الصرف 1300 هذا المعلم شغل تطلع تريليون وستمية وثمانية وثمانين مليار دينار هذا الموازنة مواني تيجي هنا تشوف تغطية الفجوة تغطية الفجوة الفجوة القاب يعني الدفست العجز يقول لك اثنين تريليون نفسها جي آي سي أي ميزانية الثلاثة وعشرين ايش كد اثنين تريليون ونص اثنين تريليون وثلاثمية وقمسة واربعين مليار أطرح هذا من تريليون وستمية وثمانية وثمانين الفرق الفرق خطأ في احتساب الفجوة ستمية وستة وخمانية خمسين ستمية وستة وخمسين مليار خطأ في احتساب الفجوة في ميزانية ثلاثة وعشرين نحكي بس طب منها يطلع منها ما ماكو أحد